ماذا رأيك في الدورة التدريبية التي شاركت فيها؟ لكي نضع الأمور في إطارها الدورة التدريبية التي قمت بها كانت خلال مدد الاجتماع العالمي التي احتضنته تونس في شهر مارس الفارط 2015 وخلال الدورة التدريبية ترقنا إلى جانب نظري و جانب تطبيقي بالنسبة للجانب النظري معناها تعرفنا ما هو التعريف الصحافة المواطنة وما هو الأهداف من الصحافة المواطنة وكذلك ما هو المخاطر التي نجم يتعرض لها الصحف المواطن كيف يحمي روحه وكيف يحمي الشخص الذي يحكي معه وقالنا على الجانب التطبيقي اللي هو معناها تقني أكثر منه حاجة أخرى يعني تعلمنا ومعنا خدمنا على الابليكاسيون هذه شاهدنا ما هو الابليكاسيون ما هو الحاجات النجم الذي نعملوهم بالابليكاسيون هذه وزاد خدمنا على التكنيك مثل الإيماج كيف تسجل كدراج كيف تسجل ما هو الفون الذي تخدم عليه يعني حاجات تقنية بصراحة كانت فرصة بالنسبة لي لكي نتعرف على الابليكاسيون هذه لم تكن نعرفها قبل خدمت على برشة بلاتفورم خرينة ومونتاج وكل شيء ولكن لم تكن على الابليكاسيون على سمارتوان لذلك تجربة مزيانة أعجبتني الابليكاسيون كيف تحسين أن هناك جروب يعمل يعني كل مرة يوجد ميزة أجور يوجد ميزة أجور ومعناها الناس تخدم تأخذ في الناس ومعناها الناس وتحسين تحسين في الابليكاسيون شيئا ومعناها الناس ومعناها الناس تحسين في الناس تحسين في الناس على مهنة الصحفي والصحف المتدأفي في خدمة الصحفي تستحق منه متريال معين المتريال معين المعينة التصوير وحاسوب يعمل ويخدم منتاجه ويكسبورتيه وهبطه مع الابليكاسيون جديدة وهي ستوري مايكر ربحنا الحاجات هذه الكل علشة الصحفي المواطن لم يسحق الهاتف ذكي سمارتفون يهبط الابليكاسيون والتاليفون يتعرض يصور بالكاميرا ويمنتج ويعمل الدرشاج بالابليكاسيون يزيد ويكسبورتي الخدمة ويهبطها انلاني اربحنا الوقت خطر ويسوفي بشلقة ويقال يخدم الفيديو لذلك نربح الوقت ويقال هذه هي الأفليكاسيون بالنسبة للصحفي وصحف المتدد وصحف المتدد وصحف المتدد وصحف المتدد في تونس في تونس المتدد يؤثر على الرأي العام بخلفهات سياسية واجتماعية واديولوجية معينة صحفة المواطنة نفصحها القيود ويولي الانسان يخدم ويوصل في المعلومة ما غير قيود عن توجيهات بالتالي ما هو الانسان في أي مكان في تونس عنده هاتف جوال ينجم صحفي مواطنة يصور المشكلة الذين يعيش فيها في المكان الذي يعيش فيه ويوصلها للناس الكل ما هو الانباكت صحفة المواطنة في تونس أكيد الانباكت يكون كبير برشة وإيجابي لماذا على خطر تولي صحفة المواطنة او إعلام بديل إعلام بديل هذا بطبيعة الحال يجذب الناس لماذا على خطر الناس تلقى رواحة في هذه الصحفة المواطنة أكثر من تلقها في الإعلام الرسمي يعني إنسان عايش في المكان هذك هو أكثر إنسان مؤهل لكي يحكي لك على مشاكل المكان هذك وبالتالي الإعلام الصحفي المواطنة سيكون له دور إيجابي وفعال وأساسي في الإعلام ككل أنا واحد من الناس عندي طوال ثمانة شهور نستعمل فيها من شهر مارس 2015 حتى الأكتوبر ومن المتحدثين عندما يحدث في هذه المزاجور ومن المزاجور ومن المزاجور تحلل هناك أشهر أدوى ما أريد أن أخذهم في المزاجور للمزاجور نسبة هذا المواطنة لكي تقوم بإمكانك إنك تفضل في الفيديو يجب أن تسجل على الإعلام بالنسبة لأوديو مالوازم الإعلام بالنسبة لأوديو يتعادة بالميكرو في الناس في الناس الإعلام بالنسبة للمزاجور بالنسبة للمزاجور بالنسبة للمزاجور ومن المزاجور لا تكون طائرة ومن المزاجور يتعادة للمزاجور للمزاجور يعملون أكثر على أفضل الصوت والفلتر والأصوات الجانبية يعني أتمنى أن يضع أفضل لإمكانك أفضل أفضل الأفضل 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 تعمل موض بيزاج ومن المزاجور ومن المزاجور للمزاجور ومن المزاجور يقدم أكثر أفضل أفضل للإيزو والإيجاب ومن المزاجور يساعدوننا أكثر في القدمة أفضل